في إطار المباراة التي تقوم أو تنظمها رابطة كرة السلة فقد التقى فريقاني في الربع نصف أو في النصف النهائي عباس أباكر مصطفى هذه المباراة في نصفها النهائي لكرة السلة والتي تعرف بـ Play-off حيث جمعت بين فريقي يالاد مع نظيره باتزيري وقد انطلقت المباراة بلياقة بدنية عالية ولكن لوحظ تكرار أخطاع في دقائقها الأولى من المباراة وهذا مما أدى بالمدربين على إدخال تعديلات لتحسين صورة المباراة وخلق بريق عمل للفوز وبالفعل تمكن اللاعبون في الربع العول من المباراة إلى تسجيل النقاط والتقدم على الخصم لينتهي الشوط العول بـ 13 نقطة مقابل 12 نقطة لصالح فريق باتزيري أما الشوط الثاني من المباراة عاد الفريقين الكرة أملا بالفوز على الآخر ولكن كانت الغالبة والحظ لفريق باتزيري تكتيكيا وفنيا لتنتهي المباراة بـ 65 نقطة مقابل 44 نقطة لصالح فريق باتزيري وفي هذا الإطار فقد أوضح رئيس رابطة كرة السلة لمدينة أنجمينة أنعجابه بالمستوى الفني ومهارات الفريقين شمبيونات بدأنا في سنة دا ليلات نشوفهم كنقدر نسايدهم ليلابو بالباسك أول شمبيونات دول ما فيم ستاني كان شمبيونات قاعد دا فرمي نفسهم ونسوفوكا نلغو أكيب ناشنال هذا فإن رياضة كرة السلة لها شعبية ومشجعين أملا بأن هذه الرياضة سترفع علم البلاد في المحافل الدولية اشتركوا في القناة